إنتي عايز أعرف يا ندين إزاي جي أختيركم كأحسن مجموعة غنائية في السويد أحسن مجموعة موسيقية وغنائية في مجال الworld music أو الموسيقى العالمية وهذا التعريف في السويد يعني أي موسيقى غير الموسيقى السويدية أو غير الموسيقى الأوروبية أو خارج حدود أوروبا بداياتنا كانت في السويد أول تقريباً خمس أو ست سنوات عملنا حفلات في كل المهرجانات ممكن تتوقعها واللي ما ممكن تتوقعها في كل الفينيوز عزفنا أيضاً في مخيمات اللاجئين كتير عزفنا أنا وقابريل أيضاً مؤسسة راباند ماي عزفنا في المدارس لأطفال باللغة العربية وباللغة السويدية وكانت مشاريع موسيقية هدف الوحيد تقريب الثقافات يعني تقليص الفجوة بين المجتمع السويدي والمغتربين وقابريل أيضاً لحن أغنية اسمها بغداد شوبي وهذه كانت أول مرة أنا أحاول أيضاً أكتب كلام باللغة العربية لأي أغنية وحطناها على السوشيال ميديا وأتصور أنه إحنا نسينا الموضوع لأنه متابعنا هذا يعني سوشيال ميديا بوقتها ما كانت كثير بالنسبة لإلنا مهمة الأهم كان الموسيقى وبعدين اكتشفنا بعد سنتين أنه في إلنا متابعين كثير في الوطن العربي يعني نبقى نسمعها أولاً؟ حني نبقى نسمعها أكيد فأنا هو السؤال إيه بالضبط؟ أنا كنت أسألك إزاي حصلته على لقب بالضبط فهذا أيضاً بدأنا إحنا نعزف في الوطن العربي في مصر يجينا أكتر من مرة في الأردن أيضاً أكتر من مرة وأول مرة عزفنا في الوطن العربي كانت أيضاً في مهرجان البلد في الأردن في عمان وأيضاً من خلال مدفعي مانجمنت صار عندنا يعني انتشار أكثر في الوطن العربي وهذا أكيد بينعكس أيضاً كفرقة سويدية على السويد وبيعكس أن إحنا بنكون واجهة السويد الموسيقية أيضاً في الخارج فأكيد هم لاحظوا هذا الشيء ولاحظوا أنه إحنا يعني إحنا فرقة مميزة لأنه عضاء الفرقة كلهم من السويد وأنا الوحيدة اللي عربية أصل عراقي مصري بيغنوا بالعربي بيألفوا موسيقى تقترب للموسيقى العربية كتير وللموسيقى الغربية أيضاً فهذا الدمج هذا أكيد لفت انتباه اللي يسميها الجهات الثقافية في السويد فكان لنا شرف كبير سنة 2017 نسلم جائزة أحسن فرقة عالمية لما كنت بسألك في بداية الفقرة خالص إزاي عرفتت حبيبي السويدين في اللغة العربية أو في الموسيقى العربية ولتلي هم حبيبوك فيها عايزة عرف المسجد حصل إزاي اللي كنت أقصده يمكن اللي هم لفت انتباهي أكثر للموسيقى العربية لأنه خلال السنوات اللي احنا عشناها في العراق وفي مصر يعني مطالعاتي الموسيقية العربية كانت كثير محدودة والدي الله يرحمه كان بيشاقب الوهاب وبيشاقب الحليم وأم كل ثوم أكيد بس إحنا دراستنا أنا أختي كانت دراست موسيقى غربية في مدرس الموسيقى والفالية فمصر في كثير اهتمام بالموسيقى العربية ولكن أكيد وجودي مع هؤلاء الموسيقين في السويد هم حبوا أن يتعرفوا أكثر عن الموسيقى العربية وأنا اكتشفت أنه ما عندي أي أغنية عربية ممكن أعلمهم إياها فبدأنا نكتشف إحنا الموسيقى العربية مع بعض فهذه الأشياء إحنا تعلمناها مع بعض وطورناها مع بعض أيضا وبالنسبة للغناء بالموسيقى العربية يعني باللغة العربية هم ما بيتكلموا العربية بطلاقة ولكن أنا بترجم الكلمات اللي أنا بكتبها بالعربي أكيد بيعرفوا معانيها شنو وبيحفظوا الكلمات اللي هم ما هيغنوها لكن أنت برضو يعني نقدر نقول أن كنت بتغني أو حافظ حاجات يعني العملقة زي أم كلثوم عبدالوهاب للإحراج يعني أنت قلت لها بس أنا بس بتأكد يعني يمكن مقطع أو مقطعين بس ما أتجر بس ما أتجر